اهلا بكم وكل عام وأنتم بخير أعلنت الأمم المتحدة وصول فريق التخطيط لبعثة الأمم المتحدة للسودان البعثة الأممية الخاصة لمساعدة السودان في العملية الانتقالية والفترة الأولية مدتها 12 شهر وقال ستيفن ماكيار رئيس فريق التخطيط إن فريق التخطيط لبعثة الأمم المتحدة وصل إلى السودان لفترة إعداد قصيرة للخيارات على المستوى الفني لمرحلة نشر وحدة يوناتيمس على الأرض وقال ماكيار إن فريقه سيواصل مع الحكومة السودانية ومع اللجنة التنفيذية لتقييم كيفية قيام البعثة بتنفيذ مهامها وأشار إلى أنه الآن وصلت البعثة إلى السودان في شكل فريق للتخطيط المصغر وأنه عقب تسمية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيصار إلى نشر فريق مصغر في السودان لتنفيذ توصيات فريق التخطيط الذي وصل البلاد حاليا عقد ود مقدمة للبعثة الأممية المتوقع وصولها للسودان مطلع العام المقبل اجتماعا اليوم في الخرطوب مع رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو وقال ستيفن سيكويرا رئيس الوفد أن زيارة الوفد للخرطوم تهدف لإطلاع المسؤولين السودانيين على مهام البعثة الأممية وكيفية تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي وأوضح أن الاحترازات الصحية بسبب كوفيد 19 هي التي حالت دون وصول وفد المقدمة في موعده المحدد وعبر عن سروره بزيارة الوفد للسودان وطلب الوفد الأممي تحديد احتياجات مفوضية السلام بهدف تقديم الدعم اللازم لها وصف رئيس مفوضية السلام اللقاء مع وفد المقدمة للبعثة الأممية للسودان بأنه كان مثمر ومفيد وشكل فرصة للتشاور بين السودان والأمم المتحدة عرضت علينا الوفد ومهامهم وتوقعاتهم للتعامل مع أجسامهم في السودان وتحدثنا معهم حول سير عملية السلام أوضحنا لهم مجريات والمرحلة إلى متى وصل إلى أين وصل السلام بجانب ذلك طلبوا أيضا احتياجات المفوضية وكيفية دعمها أوضحنا لهم بعض الغضايا التي تطلب دعمهم وإضافة إلى أن المفوضية أيضا تتظل علي اتفاقية السلام عندها تكون الرؤية واضحة في الاحتياجات والرؤية واضحة في كيفية التعامل مع البعثة الأممية أخذينا في الاعتبار أن بعد اتفاق السلام سيكون هناك شركاء السلام جزء من هذه المفوضية ترجمة نانسي قنقر